يعتقد منذ فترة طويلة أن تراجع طارد يؤدي إلى فترة من التقلب والفوضى العامة حيث يعتبر الكثيرون أن الظاهرة الفلكية تؤثر على كل شيء بدءا من الحالة المزاجية وحتى الأفعال من الخلاف مع الأصدقاء إلى الشعور بالانزعاج بشكل عام يشير تراجع طارد إلى نوع خاص جدا من الفوضى التي تحدث خلال فترة معينة من العام عندما يكون الكوكب في تراجع في علم الفلك يقال أن عطارد يحكم الاتصالات والأخبار والسفر والتكنولوجيا والقيل والقال والمعلومات مما يعني أنه عندما يكون في حال التراجع يمكن عادة أن نتوقع حدوث مجموعة من الحوادث المؤسفة مثل سوء التواصل أو سوء الفهم متى يتراجع طارد؟ من الأول أبريل إلى الرابع والعشرين أبريل 2024 سيتراجع طارد في برج الحمل وسيكون هذا وقتا مناسبا للنظر بعناية في تصرفاتك قبل اتخاذ أي قرارات رئيسية لتجنب الوقوع في مشاكل في المستقبل يبدأ ظل ما قبل التراجع في الثامن عشر مارس وتنتهي فترة ظل ما بعد التراجع بحلول الثالث عشر مايو هذه هي الفترة التي يجب أن تكون فيها واعيا بشكل خاص بعلاقاتك الرومانسية وتبذل كل ما في وسعك لمنع أي سوء فهم يمكن أن يؤدي هذا إلى كل شيء بدءا من ضياع رسائل البريد الإلكتروني وحتى تأخير السفر ما يجب عليك فعله عندما يتراجع طارد يحكم كوكب طارد التواصل بجميع أشكاله الاستماع والكتابة والقراءة والتحدث بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتصالات مثل المفاوضات والعقود كما أنه يحكم السفر والسيارات والشحن والبريد لذلك عندما يتراجع طارد حاول أن تظل مرنا وصبورا ومتفهما واسمح بوقت إضافي للسفر وتجنب التوقيع على أي عقود جديدة ليس متأكد منها تحقق من ردود بريدك الإلكتروني تحقق من الحجوزات قبل القيام بالرحلة خذ وقتا لمراجعة المشاريع والخطط قبل اتخاذ القرارات لا يمكن إقاف الحياة لكن خطط للمستقبل امتلك خطة احتياطية كن مستعدا لمواجهة المشاكل القصيرة وسوء التواصل بين الأشخاص تجنب توقيع instincts تحقق من العقود تحقق من الفلات